السلام عليكم عاملين ايه ان شاء الله اكونوا بقى في الخير النهاردة هنتكلم في موضوع كديد في هوايتنا وهو عن كبس البيض هنتكلم عن 12 سبب ممكن يكونوا يعني هم الاساسيين في كبس البيض عند تيورك او هتلاقي سبب منهم اكيد هو اللي عمل كبس البيض عند تيور عندك فنخلي بالنا من كل كلمة هتتقال في الفيديو ده وكمان لو يعني انا هكون سريع شوية في الكلام فممكن نضطق سرعة الفيديو لو عايزين ان انتو تسمعوه بقى هدا شوية او تدونوا كل حاجة او هيزعلكوا في الترجمة اللي موجودة طيب ال 12 سبب دول ممكن يكونوا هم الاساسي كبس البيض عند تيورك بس او قبل ما نتكلم عن كبس البيض لازم نفرق عن تحكتين وهي كبس البيض وحل البيض بس او قبل ما نتكلم عن كبس البيض لازم نفرق عن كبس البيض يعني لما تلاقي كده تفتح البيض تلاقي الجنين جوه فيها كامل تعرف على طول كده ان ده كبس البيض حل البيت حل غير البيت فك عشان ده مصطلحات احنا بنقولها كهوات البيت حل يعني الجنين اللي جوه ده الشعيرات بتاعته كلها بالسائل اللي حوالين منه كله خلاص ما بقاش في اي حاجة صحية اي حاجة حي ولكن البيت فك دي جملة احنا بنقولها لما خلاص الزغلول بيطلع من البيضة يعني بخير بنقول خلاص ده البيت كده فلازم نفرق ما بين كبس البيض وحل البيض وفك البيض كمام كده طيب نتي بقى للاثناشر سبب اللي بيقدوا الى كبس البيض لازم تخلي بالك وانت بتربط طيور رينة ان في اسباب كتيرة ممكن تقدم معاك الكبس البيض هناخد منها من اول الاسباب هي مثلا هنقول ايه انك ممكنش بتزود الفيتامينات اللي بتديها للطيور بتاعتك بمعنى ايه اولا عشان تدي طيورك فيتامينات صح لازم تكون بتجهز الطيور قبل الفيت بفترة طويلة بمعنى ايه بمعنى ان احنا بنادي كورس فيتامينات وده بقى للهواة اللي بتشتغل بيه حاجات كيميائية ولو حابين نتكلم على كورس فيتامينات كامل كيميائي قولولي في الكومنتات وابقى اقول لكم اعمل لكم فيديو عني طيب من ضمن الحاجات الاساسية اللي انا بشتغل بيها او تشتغل بيها مع طيورك ان انت تدي احمود امينية صح وتدي كالسيوم بجرعات صح اولا لو زودت جرعات الكالسيوم وعطيتها كده اعتباطا او بي لك كده فممكن تقدي معاك لسبب من ضمن اسباب كابس البيض وهو ايه ان اما لو زودت الكالسيوم عند النتاية فهيقدي الى سمك اشرة البيض وبالتالي سمك اشرة البيض يعني انت بتعمل كده جدار خلاصة قوي جدا لازدغل اللي جوا ما يقدرش مهما كان قوي انه يطلع منه فبالتالي بيحصل كابس البيض او الجنين بيموت جوا البيضة ده لو في حالة ان انت عطيت كالسيوم زيادة ومفرد ودايما نخلي بالكم من حاجة ان عدم السبتة جماعة مش كالسيوم بس هو بي كربونات الكالسيوم ودخله املاح فنخلي بالنا ان دايما مفروض ان احنا بنحط اللي هي خلطة التحديق جوا القفص يعني على اقل مسلا المفروض ان هي ما بتتشالش من عنده طول الوقت ولكن لو عندك مشكلة في ان انت تبقى موجودة باستمرار هتبقى مش اقل من 15 يوم اللي هي فترة تجهيز النتيات للبيض تمام كده فنحن نخيل الامور الوسط ولا بنزود الكالسيوم ولا نقلل الكالسيوم لان تقليل الكالسيوم كمان ممكن يعمل بيضة وحجمها مش كويس حجمها صغير فبالتالي الجنين اللي جوه البيضة دي هيبقى متقزن وهيبقى صغير وممكن كمان ما يكتملش وتبقى ده سبب من ضمن الاسباب اللي هي لكبس البيض وحيس كده يبقى احنا اتكلمنا عن الكالسيوم كمان هشاشة اقلت الكالسيوم ممكن يعمل هشاشة في البيضة وهتبقى من السهل جدا للنقيعة تتكسر تيجي النتيات ويبقى فيه جنين كويس تيجي النتيات ترقد على البيض البيضة هشة فتتكسر فده برضو ضعف فيه الكالسيوم فلازم نزبط الكالسيوم بالنسبة للطول بدعيين وعندنا فيديو في القناة بيتكلم عن امتا ادي كالسيوم للمتاية وامتا اوقف الكالسيوم للمتاية وده هيطلع في حرف الار وحسب تركو في الكومنتات تمام كده هنيجي للحاجة التانية واللي هي احنا تلوقتي في اليومين اللي احنا فيها ده الرطوبة الرطوبة عندنا ممكن تكون مش مظبوطة فالرطوبة ممكن لو زادت عن يعني السبعين درجة مقوية وقلت عن التلاتين درجة مقوية عندك في غرفة التربية وهنرجع هنا نقول ان فيه يعني ضرورة لوجود الترمومتر اللي بيقيس الرطوبة والحرارة عندك في غرفة التربية لان دي اساسي جدا جدا يعني مفروض ان درجة الحرارة عندك في غرفة التربية ما تقلش عن اتنين وعشرين درجة مقوية اذا قلت عن كده فانت كده عندك مشكلة في درجات الحرارة وبرضه الرتوبة لو قلت عن 30% هيبقى برضه عندك مشكلة ولو زادت عن 70% هيبقى عندك مشكلة تمام كده فدي برضه من ضمن الاسباب اللي ممكن تأدي الى كبس البيت الاحماض الامنية قول ان احنا ما نيديش احماض امنية للطيور بتاعتنا فانا كده بخلي تكوين الاجنة نفسها ضعيف لان من ضمن التكوين الاحماض الامنية بيبقى داخلها الحديد والحديد هو اللي بيخلي الهيموجلوبين عند طيور مزبوط فبالتالي الشعيرات هنا اللي هي الشعيرات الدموية والجنين نفسه اللي بتكون الجنين وبتغزي الجنين هتبقى ضعيفة ده بقى السبب اللي بيخلي ان بتلاقوا ان بتزهر شعيرات حامرة بها البيضة وبعد 3-4 ايام تختفي وهنا انا بجاوب على الاخ اللي معنا في القناة اللي كان بتكاتب لي ليه الشعيرات بتختفي بعد يومين 3 دي بيبقى نقص في الهيموجلوبين او نقص في الحديد وبالتالي فنقص عندك في الاحماض الامنية اللي بتمدي بيها طيورك فمفروض ان انت اثناء فترة تجهيز طيورك للانتاج بتدي كرسي الفيتامينات بتهتم بالاحماض الامنية وبالكالسون والكلام ده كله وهنا بندى بقى الاحماض الامنية في حدود 3 ايام في خلال فترة التجهيز بتكون 3 ايام وربعة ضروري ان احنا ندي الكرسي ده بالنسبة للرطوب طيب هنيجي السبب كمان قلت خبرة النتاية جمع لما بيكون العش الاول بالنسبة للنتاية ما بتبقاش عارفة تقلب البيض ازاي او تقلبه امتى تقليب البيض ده بيعادل درجة الحرارة ورطوبة جوا العش فكون ان هي مسبتة البيض على اتجاهاته زي ما هو فده غلط بتبقى قلة خبرة من ايديه وعشان كده دايما بقولوكو لما تفتحوا العشة جماعة عشان تتأكدو ودي برضو مشكلة من مشاكل اللي بتقابلنا في كابس البيض فتح البيضة كتير فلما بنفتح البيضة كتير بنعرض البيض ده للتهوية المباشرة فدرجة الحرارة ورطوبة عند البيض ده بتبقى مش مسبوك كمان الخطأ اللي احنا بنعمله ممكن يقدل لكابس البيض معنا النتاية لو عندها خبرة بتحط البيض باتجاهات معينة بترتيب معين قدامها فكون ان هي مرتبات ترتيب ده تيجي انت بتكشف على البيض وده عشان كده بقولكو ما تحركوش البيض في البيض تقول نجا انك بتحرك البيض في اتجاهاته او اللفة اللي هي لفهم بيها دي هي بتبقى عارفة هي كده معادلة ومزبطة الرتوبة والحرارة ازاي فنخلي بالنا ما نحاولش نلمس البيض ده كتير وما نحاولش ان احنا نطلعه من البيضة كتير وما نحاولش اصلا نفتح البيضة كتير واذا لقيت بالصدفة كده طائر عندك العش بتاعه البيضة بتاعته حاطت فيها ريش من جوه وسادت بيها الباب شوية او جزء من فتحات البيضة نفسها يستحسن انك متشالش الريش ده لانه هو بيبقى مقفل بيها الاماكن اللي جاية منها زا ما بنقوله كده طيار هوا خفيف ممكن يبرد البيضة فهو بخبرته بيتحايل على الموضوع بيحاول ان هو يسد الفتحات دي جوه البيضة يعني ممكن تلاقي عند باب البيضة كده حاطت لك ريشة او رشتين هي دي مش محطوطة كده بسلامة هو لا هو حاطتها علشان يسد الجزء ده داخل منه هوا فخايف على ان البيضة عنده يبرد فنخلي بالنا من النقطة دي كمان من ضمن اسباب كرس البيض ان وجود امراض مزمنة عنده الطيور بالعايتنا ومن اشهرها السلمونيلا السلمونيلا من اخضر الامراض اللي ممكن تصيب الطيور في وقت تجهيز البيض عشان كده بيفضل ان احنا بنسرب الجرعتين خل التفاح بتقدي الى تنظيف الجزء المعوي عنده الطيور عندنا الحويصالة عند الطيور ليه لان الحويصالة دي هو المكان اللي هتتكون فيه الاكل بالنسبة للزغليل اللي لسه بتطلع عليها عمر يوم او يومين فده الاساس بتاعها المغزن بتاعها فلو المغزن بتاعها مش نديف ومش متطهر صح فطبعا كل حاجة تطلع منه اتطلع مش سليمة ده الحويصالة انا هنا بتكلم عن حواصية الطقر لو حويصالة الطقر فيها سلمونيلا كامنة الطيور الكبيرة قادرة تتغلب عليها عشان المناعة لكن الطيور الصغيرة دي ما عندهاش مناعة خالص فبيتنقل لها المرض بمنتهى السهولة عشان كده بنلاقي ان الطيور عندنا بيحصل يا اما كابس البيض لان السائل المنوي اللي موجود جوه البويضة وكمان المخرج عند النتيجة كان محمل بالسلمونيلا فقدى الى ان البيضة نفسها عن المسام بتاعتها بيطلع منها زغلول يا اما كابس بيت نتيجة السلمونيلا او زي ما احنا شايفين كده زغليل تموت بعد عمر يومين او ثلاثة بيل كتير لان دي ما عندهاش مناعة وخدت السلمونيلا من الاهالي فبالتالي ما قدرتش تقوم وماتل تمام كده طيب يبقى في الحالة دي لازم بنعالج السلمونيلا لازم ننتي علاجات للسلمونيلا اختلف كتير من الاصحاب المحتوى في علاجات السلمونيلا ولكن يعني انا شايفة ان يعني لقطرة نوت الفروخ اليومين دول فمنقول ان ممكن يكون السلفة هتبقى هي افضل حاجة ولو انها اقوى حاجة ممكن تعالج بها طيورك ففي عندنا اكتر من حاجة يعني كان عندنا البي ام دي كان ممتاز دلوقتي مش موجود في عرضت عليكم كمان من كام يوم كده فيديو كنا بنتكلم عن زيادة التقسيب وعلاج لموت الفروخ هيزن لكم في الاي برضو حلو جدا العلاج ده برضو ممكن نعالج بالسيدوستين واللي هو كمان الانتنال هيبقى حلو جدا جدا هندي ربع يعني يبصوا تلات نقط كده من السيدوستين البشر الشراب لمدة ست ساعات وهندي في الجزء الثاني من اليوم اللي هو الانتنال تلات نقط على المزقى لباقي اليوم هندي العلاج ده لمدة تلات ايام كفاية جدا كده وبعدين يعني نحاول نفس الشوية بمية وبيضة ما بينه تمام كده طيب اتكلمنا كمان عن اللي هو التغيير المفاجئ قلنا في درجات الحرارة فتح العش كتير ممكن يقدي الى موت الكابس البيت ولمس البيت الكتير ده ممكن يقدي الى مشاكل في البيت تراكم الفضلات جوه العش يعني عدم نظافة العش نفسه ممكن تقدي الى كابس البيت طب ازاي؟ لان القشرة القشرة البيت بتكاصر عليها الفضلات وتتجمد الفضلات في اما الزغلول ما بقدرش يطلع من البيضة بسبب الفضلات اللي هي بقت عاملة كفر كده على البيضة او ان الفضلات دي بيبقى طبعا كلها مكروبات وجرسيب فبتدخل من مسام البيضة لجوه للزغلول فممكن تقدي عليه كمان هاقول لكم على حاجة قلة التنوع في الوجبات بالنسبة للطيور ممكن تقدي الى كابس البيت ليه؟ لان ما بيبقاش فيها كل الحاجة اللي محتاجها جسم الطقر علشان ما هو زغلول تمام كده؟ فلازم ننوع في الوجبات كتير وندي وجبات جنب الحبوب علشان نقدر ان احنا نقدر نخلي الاهالي بصحة جيدة فتطلع فرخ بصحة جيدة نجي بقى لنوقف وجود الحشرات في البيضة ممكن تقدي للنتاية ما تقدرش ترقطها او تحدي على البيت بطريقة سليمة فبالتالي ممكن نحصل كابس بيت لان كده درجة الحرارة والطوبة هتبقى مش مصبوطة لان النتاية هتقوم بتطلع بره البيضة نفسها نتيجة التقريس اللي عمالة تتقرصه ده فلازم تطهر البيضة ويعني اتعفر البيضة اخلى حاجة يعني واضمن حاجة كانت بودرة سفين بودرة سفين حلوة جدا جدا كل التحضيرات دي كل التجهيزات دي لما بدها استيورة بصح بتقلل جدا جدا من مشاكل كابس البيت بالنسبة للفيضة انا بالشكل ده حاولت ان انا جمع لكم كل اتناشر سبر تقريبا اهم اتناشر سبر موت لكابس البيت نشوف اني حالة من الموجودة عندنا وبكده نبقى احنا عرفنا المشكلة وعلاجها كماته نخلي بالنا على تيورنا مش يعني مش محتاجين ان احنا هيحصل عندنا كابس البيت موسم الانتاج يعني مش محتاج على المصاليف اللي نصروفها دي كلها مع تيورنا وتعب تيورنا في البيت والرؤود وفي الكلام ده كله ويطلع البيت كابس او البيت كاكس حالل فديته بقى مشكلة كهيرة جدا اه اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم شوفوا على خير في الفيديو الجاي ما تنسوش اللايك الجميلة بتاعتكم والاشتراك في القناة ويا ريت نفعل زر الجرس على كل عشان الاشعارات اللي ما بتوصل لكمش دولة يعني اعملوا خروج من القناة وبعد ان اشتركوا تاني في ساعتها لو حابين وبعد كده هيزهر زر الجرس فعلوه على كلمة الكل هتوصل ان شاء الله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة الفيديوهات كلها مهمة اليومين دول عشان موسم الانتاج نحاول نعدي بس بطيورنا موسم الانتاج يكون خير يا رب على الجميع شوفكم على خير ان شاء الله سلام شكرا